السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية جماعة هلأ راح نناقش المشكلة رقم 19 من ضمن سلسلة الخوارزمية تحل المشاكل Algorithms and Problem Solving اللي هي المشكلة التي تبعت اليوم بتحكيه أنه Write a program to calculate a circle area through diameter and print it on the screen في المرة الماضية احنا اخذنا كيف نحسب مساحة الدائرة عن طريق نصف القطر R تمام؟ المرة هاي لو أنا عطيت البرنامج الديامتر اللي هو القطر كامل بدي أقدر كمان أجيب أحسب مساحة الدائرة قانون مساحة الدائرة إذا كان عندي نصف القطر كانت اللي هو R تربيع ضرب باي كان هلأ القانون تغير لأنه أنا عطيته قطر كامل اللي هو D تمام؟ فبصير عندي area equals باي ضرب D تربيع على أربعة الهدف من البرنامج تبع اليوم اللي هو أني أحول هاي المعادلة لإشي تفهم لغات البرمجة تمام؟ فبالتالي أنا بدي أطلب من اليوزر أن يدخل لي الvariable الوحيد اللي بدي إياه من اليوزر اللي هو D لأنه قيمة الباي اللي هي تلاتة واربعة عش تابتة والأربعة ثابتة فهاي كونستنت وهي كونستنت باتبار فالD اللي هي المتغير اللي بدي أطلب اليوزر أن يدخلها فإذا دخل لي عشرة بتصير مساحة الدائرة اللي هي 78.50 خلينا نشوف الحل هذه المشكلة تمام؟ إذن أنا عندي متغير واحد أول خطوة بطلب من اليوزر أن يدخل لهذا المتغير اللي هو D اللي هو القطر تمام؟ بعدين بحكي باي اللي هي كونستنت ثابت في البرنامج عندي اللي هو تلاتة واربعة عش تبنية بين قوسين احتياطا تمام؟ عشان خلص كل القيمة هاي نتيجتها تتقسم على أربعة فبصير عندي قوس باي ضرب D ضرب D قوس على أربعة فهي المعادلة تبعت مساحة الدائرة عن طريق الدياغونال اللي هو القطر كامل تمام؟ بعدين بطبع الأريع نشوف الفلوت شارت تبعها ستارت بقرأ أنا الدي من اليوزر لأنه المتغير الوحيد بعدين بحكي باي تساوي ثلاثة واربعة عش والأريع تساوي اللي هي باي ضرب D ضرب D على أربعة تمام؟ الأقواس كثير مهمة اللي هون لأنه ضرب حتى لو شلتم مش راح تفرق معك لأنه لو هي راح تاخد من اليسار لليمين لكن لو كان فيه جمعوا طرح هنا إذا ما في قوسين هون راح تطلع النتيجة عندك غلط تمام؟ بعدين بطبع الأريع وبنهي البرنامج تبعي وهي كن خلصنا المشكلة وشكراً لكم ونلقاكم في المشكلة القادمة شكراً لكم للمتابعة وإذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان سيوصلكم كل شي جديد ولطفاً وليس أمراً ادعمونا بلايك وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعمل فائدة للجميع وأخيراً وليس آخراً ما تنسونا من دعواتكم وادعوا لوالدي بالرحمة شكراً كثير لكم ونلقاكم في المرة القادمة